اهلا بحراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خطة احمر ما زلنا مستمرين معاكم في حلقة يبدو من وجهة نظرنا انها مختلفة نتمنى تكون من وجهة نظركم مختلفة ولكن هننتقل من كرة القدم للعبة اخرى وكرة اخرى وحديث اخر عن اتحاد هنا اشهدنا بيه لما كان بيتاخذ كرات مش في صالح النادي الاهلي كانت كرات طبقا للوايح وقوانين فقلنا الاشادة لاتحاد كرة السلة بكل مسئوليه على القرارات اللي بتتاخدوها فجينا لقينا ان الاشادة دي جابت رد فعل عكس جدا ان اتحاد كرة السلة بيتعامل بمعايير مختلفة مع النادي الاهلي عن باقي الاندية بيتعامل بمعايير مختلفة مع المدير الفني للنادي الاهلي عن باقي المدرين الفنيين لمختلف الاندية فقلنا يمكن مرة وقع في حاجة حصلت لقينا ايضا بيدخل في الامر لعب من لعبي النادي الاهلي ويتم التعامل بمعيار مختلف مع لعب كان بيتوجه لجماهير النادي الاهلي في لحظات يسأل قلنا ان ده فيه اخطاء ولكن لم تتخطأ التلات ثواني في فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فقال رئيس اتحاد السلة ما خالف رأو السابقة بان القصة ان اي حاجة هجلنا من داخل الصالة هيتم تحولها للجنة الانضباط برغم ان لما تكلمنا عن الكابتن احمد مرعي في لقاء الاهلي والزمالك في كرة السلة ليه لم يتم تحويله للتحقيق بعد وقع التحويله في مرات طلع الجيش والزمالك قال اصلا ما فيش جلنا اي شيء يدين احمد مرعي كابتن او مدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك فهنا كان لازم يكون فيه وقفة وقفة مهمة جدا لان بقى من الواضح عند جماهير النادي الاهلي ان بقى فيه محاولة واضحة جدا لعرقلة مسيرة النادي الاهلي وانطلاقة مسيرة النادي الاهلي في كرة السلة بعد الاستحواز على كل البطولات الموسم الماضي وابداية ببطولة دوري المرتبط الموسم ده ده انا بتكلم على الجانب المحلي فعندنا بطولة سوبر هنلاقف يالي التحادي السكندري فتعالى وانت بتلعب مباراة الزمالك اقول هحاولك للتحقيق قبل بطولة دوري المرتبط والنهائي معناه دي الاتحاد السكندري تعالى اوقفك مباراة وغرامك غرامة فيطلع المدير الفني يعقب ويتكلم بوضوح ويسأل سؤال يا جماعة العقوبة اللي حصلت من عمر الجندي دي اللي حضراتكم اوقفتوا فيها عمر الجندي مباراة وقدتوا له غرامة مالية 20 ألف جنيه طيب انا بفكركم بواقع عملتوها قبل كده فيها غرامة مالية نفس الغرامة وفيها نفس الاقاف ازاي سويتوا الاتنين بعض يبدو ان فيش عدالة ده اللي قالوا اوجستي تم تحويل اوجستي للتحقيق والنهاردة بيصدر قرار بمعاقبة واقاف اوجستي مباراتين وغرامة 30 ألف جنيه وده قرار عقابي تاني فالمدة زمنية ممكن تعاقب فيها مدير فني لفريق كرة السلة ده طبعا صورة النهاردة القرارات اللي صدرت من الاتحاد المصري لكرة السلة بيقولوا ان اول قرار اقاف اوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي مباراتين وغرامة مالية 30 ألف جنيه تعيين المهندس خالد القوسي عضو مجلس إدارة رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد استضافة مشروع HR العالمي والذي يهدف لتطوير كرة السلة النسائية على مستوى الناشئات ده بالنسبة لنا قصة يهمنا فيها في المقام الأول هو اقاف اوجستي بوش شايف القصة فيها نوع من أنواع ما تيجي نزهق اوجستي بقى لأن الأهل استحول على البطلات طيب أسامة كده يعني الداني الكي زي ما بنقول والداني المفتاح بتاع الكلام طيب تعالوا نشوف الأول يعني أسامة قالها لكو في كلامه بس تعالوا نعرض بعد كده اوجستي قال ايه نصا عشان نعقب ونعرف نوصل الفكرة بالمنطق زي ما انتوا تعودتوا لأن ده الأداة اللي عندنا دعونا ننسى الألوان ايه دي اوجستي بيقول والأندية والمنافسة ونركز فقط على الحقائق أمامنا تصرفين مختلفين وتمت معاقبتهما بنفس العقوبة وهي الإقاف لمباراتين وغرامة مالية إماءة خاطئة لصديق في المدرجات بتساوي ضر بشخص ما كلمة العدالة ليست في قموس الاتحاد المصري لكرة السلة ده اللي كتب اوجستي وده اللي تعاقب بسبب اوجستي لأنه هو بكل واقعية كشف ما يحدث في الفترة الأخيرة وأنا عايز أقول لا ده اللي قال اوجستي هو الخطوة الأخيرة في المشهد يعني يهل خطوة الأخيرة في المشهد أقول لك يعني يهل خطوة الأخيرة في المشهد يعني مشهد بيبدأ بأنه اوجستي بيشوف فريقه بيتعرض لظلم تحكيمي في مباريات الاتحاد ومباريات الزمالك دفع المعلق الأردني أشرف سمارة أنه هو يهاجم منظومة التحكيم في السلة المصرية ويخرج ويقول أن يا جماعة لابد من وجود حكام أجانب كبار في مباريات السلة النهائية لأن ما ينفعش أن فرع تضيع مجهودها وتضيع عليها كؤوس وبطولات نتيجة حاجات تحكمية زي اللي بنشوفها ده رقم واحد أنا عايز أخذك للمشهد النفسي اللي زروته هو اللي كتبه أوجستي مش بدايته أبدا تعال أشوف أوجستي بيشوف التفرقة بينه وبين مدرب آخر في التعامل تعال أشوف أوجستي بيشوف لعبه عمر الجندي بتصدر ضده عقوبات للمشهد اللي هو قاله كل ده دفع أوجستي دفعا أنه هو يكتب اللي هو كتبه ليه؟ لأن يا جماعة القصة ببساطة الفكرة أن احنا نزهق أوجستي وأنا بقولها لكم وفعلا هذا هو الهدف أن احنا نخلي أوجستي اللي شايف فريقه مدار تحكميا واللي شايف لعدته تتوقف واللي شايف تعالى نحق معاك واللي شايف عقوبات بتطلع ضده لأنه هو قال منظومة سلق تقلو من العدالة الفكرة أن ننزهق الراجل ده نوصل الراجل ده وهو مدرب كبير جدا أنه لما يجي له عرض من أي فريق خارج مصر أو عرض كبير يجي يقولك إيه؟ يا عم بلاها بقى بلاها وجع الدماغ ده كله وبلاها المنظومة المتربصة بيا وبلاها المنظومة اللي بتحاول تضيع مجهودي وخلاص بقى أروح أرايح دماغي في مكان في عدالة هو ده الهدف وأنا عايز أقول لكم أنه أوجستي وتحدى الكلام ده اتحاد السلق يقوله أنه ما حصلش في وجود أوجستي كمدرب للزمالك كان بيخرج أعضاء اتحاد الكرة وبيتكلموا مع ناس كتير جدا في منظومة الرئيسة المصرية أنه أوجستي ده جاء فكرة مهمة جدا ومدرب مختلف ومدرب عنده أدوات مختلفة وطور شخصية لعيبة وبيكتشف لعيبة وحيتطور من لعبة كرة السلة في مصر ويا رب الرجل ده يقعد لأقصى مدى ممكن في الكرة المصرية في كرة السلة المصرية دلوقتي المعيار اختلف وهو هنا السؤال هي منظومة كرة السلة اللي وصفها أوجستي بأنها غير عادلة هي عادلة فعلا هو لما عمر مرعي يتعاقب بالشكل ده عمر الجندر ياسف يتعاقب بالشكل ده هي منظومة عادلة هو لما نشوف عقوبات على مدرب مختلف بعكس مدرب الزمالك اللي شفنا له مواقف تجاه لعبية وشفناها كلها في الصلة وتجاه الحكام هي منظومة عادلة هو لما نشوف حد على رأس نادي يطلع يسيق يسيق لرئيس اتحاد السلة المصري بكل الألفاظ وكل المصطلحات اللي يمكن تتخيلها ومحدث يصدر حتى بيان تجاهه هي منظومة عادلة لا هي عمرها ما كانت منظومة عادلة وعمر ما انت تكون عادل لما تعاقب أجستي نتيجة حاجة أساس العادلة فيها انك لازم يكون عندك نفس الضابط بمعنى انك قلت داخل الصالة داخل الصالة انما لما انت تيجي تعاقب أجستي نتيجة حاجة كتابع السوشيال ميديا هل انت عندك الوصول لكل عناصر اللعبة حكام لعبين في مختلف الأندية لعبين في مختلف الدرجات لعبين في كل القطاعات المختلفة هل انت بتبص بيكتبوا ايه لو الاجابة واحد بس ما عندكش القدرة انك انت تعرف كتب ايه وما كتبش يبقى دي عقوبة غير عجدلة لأجستي لان اساس العادلة ان يكون عندك ميزان واحد وهذا ما لا يعرفه اتحاد كرة السلة المصري اطلاق ده اللي تكلم فيه اجستي في قصة عمر الجندي اه عقوبة عمر الجندي بس للتنويه هو الراجل كتب حتى ايماء خطئة يعني عارف ان ده خطأ وما عندناش مشكلة في النادي الآلي ان لما حد يخطأ يتعاقب القصة كلها انه هو كارن الخطأ ده بخطأ لعيب محترف في نادي الزمالك ضرب لعب في نادي الجزيرة في مباراة الزمالك والجزيرة في دوري السوبر في اول مباراة ايه اللي طالع من قرارات اتحاد كرة السلة وقتها طلع اربع قرارات خلينا نتكلم في اللعيبة ايقاف اللعب طارق ممدوح محمد لعب نادي الجزيرة لمدة مباراتين وغرامة قدراء 30 ألف جنيه وايقاف اللعب اتجر رفائل سوزة لعب نادي الزمالك لمدة مباراتين وغرامة قدراء 30 ألف جنيه انذر اللعبين بتغليز العقوبة في حال تقرارها وان اللعيبة مش هسمح بمشاركتها الى لما ينتهي الاقاف ويسدده الغرامة المالية اذا القصة مش قصة العقوبة في حد ذاتها لعمر الجندي لا ما عندناش مشكلة بما انك قرارت اتقع عاقب عمر الجندي بس خد بالك الايماء الخاطئة دي كانت لجمهير النادي الاهلي في لحظات في فيديو منتشر على السوشيال ميديا اللي حصل بقى في مبارات الزمالك والجزيرة ده كانت خنائة عارف انت واحد بيدرب واحد وبيجري ورا واحد في الصالة وحل عليه وكلام ده كله انا مش بهزر ده اللي كان حاصل فتخاله اللي كان حاصل ده في صالة في مباراة بين الزمالك والجزيرة تساوى في العقوبة مع حد اشار اشارة كلنا بنغلطه فيها وهي كانت احتفال مع صديق شخصي كان بيحاول يستفزه قبل المباراة ويقوله ان ان انت عمر مش هتقدم حاجة خلال المباراة فقال له اتفرج عليها النهاردة في المباراة شوف هعمل ايه عمر الجندي كان من افضل لعيبة في المباراة تمام حصلت عقوبة ماشي احنا عمر اقطع حتى لو بيتعامل مع صاحبه حتى لو الفيديو ده جاي من المدرج حتى لو كان مع جماهير النادل اهلي خلاص عقوبة بس تبقى العقوبة زي عقوبة خناقة في الملعب في الصلاة ده اللي بيتكلم فيه اجوستي السؤال هنا بقى اللي بيترح نفسه بشكل واضح جدا وهي بنقلنا لصورة مختلفة هو مش اجوستي ده كان مدرب نادي الزمالك ما كانش بتعاقب ليه ليه ما شفناش عقوبة لأجوستي استبعاد لأجوستي لا خد بالك بقى اصل اجوستي مع نادي الزمالك كان هادي جميل جدا كان هادي بقى مع نادي الزمالك ليه لانه مش شايف حد اصلا بيجي على نادي الزمالك مش شايف حكم بيجي معروف كويس قوي لما تيجي في برات النهاية وبيحضر نبرها اهلي والزمالك او اهلي والتحاد سكندري الزمالك ما هضرش برات النهاية الفترة الاخيرة اهلي والتحاد سكندري بيكون الكفة ضد النادي الزمالك فاللي شافه اجوستي واللي طلع السورة دي من اجوستي بيوضح لنا قد ايه ان الاتحادات الاخرى غير اتحاد كرة القدم محتاجة شغل كبير قوي اجوستي درب نادي الزمالك ما خرجش عن شعوره ولا مرة عشان يتوقف ما خرجش ليه ما خرجش عن شعوره ولا مرة لان الامور ميسرة مفيش ادنى مشكلة نفس الشخصية هذا الاجوستي بنفس تحقيقه البطولات بل اكتسح كمان البطولات ده انا عايز اقولك يعني مثلا ان اجوستي مع نادي الزمالك حق بطولتين حق بطولت الدوري والبطولة الافريقية وخسر البطولة وخسر امام النادي الاهلي بالنسبة له خسر عادلة فريقي ما قدمش بخسرت اللي بيحصل بقى معامي عن نادي الاهلي مكتسح كل البطولات ومع ذلك الراجل بيطلع عن شعوره ليه؟ لان الراجل حاسس ان فيه حد بيحاول يعرقله وان الامر اصبح مختلف عن مكان مدير فن النادي الزمالك واخدين بالكم من القصة القصة مش بس في ايقاف اجوستي يا جماعة القصة بتقول ان الراجل اللي عاش ده في نادي الزمالك ونادي الاهلي ما اتعصبش وتنرفز ولا شاف اخطاء المنظومة الا ما درب النادي الاهلي ده معناه ايه؟ تسيبك بقى من القصة من براتين وقصة تلاتين الف جنيه وصيبك من الكلام ده كله اللي اكيد رفضينه لكن انت متخيل الصورة بشكل اعمق معناه ايه؟ ان اتحاد قرة السلة كان موفر كل شيء لنادي الزمالك بدليل ان الجزتي ما تعصبش وهو بيخصق بطولات طب ازاي الجزتي بتعصب مع النادي الاهلي اتكسح البطولات لان شايف عرقلة اللي مسرته مع النادي الاهلي شايف ان المنظومة من وجهة نظر اجوستي غير عادلة كان اجوستي ممكن يكون بالنسبة لاتحاد كرة السلة ييجوا واضغطوا عليه عشان يغيب مباراة السوبر يوم 24 ديسمبر امام الاتحاد لكن المباراتين هيكونوا مباراتي الزهور واحدة كتنبرح والتانية هتتلاعب قبل مباراة 24 ديسمبر امام الاتحاد لكن القصة مش قصة فقط معايير ده القصة بتوضح ان اتحاد كرة السلة اللي النهاردة دكتور مجد أبو فريخة اصدر قرار بتاعين الاستاذ عمر مسلحي اخو الاستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري انه يكون نائب رئيس اتحاد كرة السلة يبقى اتحاد السلة عايز شغل اتحاد السلة عايز نزرة عايز ناخد بالنا اجوستي فجر القصة دي اجوستي لما بيدافع عن لعب بتاعه فهو مدافعة القائد شاف ان عمر الجندي مظلوم قدر ان هو يصل لصورة كالنفس العقوبة قال لهم ازاي بقى دي زي دي ازاي دي اتحاد كرة السلة اللي واخد قرار ان التصفيات النهائية للمنتخب مصر هتكون على صالح الاتحاد السكندري برغم ان جمهير الاتحاد السكندري في مباراة الايلي والاتحاد تعرضت لعمر الجندي قبل المباراة واثناء المباراة الاتحاد السكندري على عمر الجندي لو دخلنا الالوان في تشجيع منتخب مصر يبقى احنا بنقول على منتخب مصر السلام اللي احنا اصلا متعشمين انه يبدأ يقدم لنا نموذج مختلف في كرة السلة هل الاتحاد المصري لكرة السلة حاطت ده في الحسابات حاطت انه لما العب المباراة والتصفيات لمنتخب مصر في صالح الاتحاد السكندري هيكون التشجيع لمنتخب مصر ولا هيكون فيه اساءة للعبي النادي الاهلي هو القصة كلها اللي هيخسر في القضية دي هو منتخب مصر ما انت لو ما شجعتش لعب الاهلي ولعب الزمالك ولعب الاتحاد ولعب الجزيرة على انهم لعبت منتخب مصر وبدأ تاخد موقف ضد لعيبة من النادي الاهلي وده متوقع للأسف في صالح الاتحاد السكندري انت هنا بتسكت لعب انت بتسكت منتخب منتخب اسمه منتخب مصر فالتحاد كرة السلة محتاج انه يعيد ويراجع حساباته مرة اخرى واحنا كمان محتاجين نراجع حساباتنا مع اتحاد كرة السلة لان ده اللي كشفه جوستي بوش اللي كان مدير فني لنادي الزمالك بس بدأ يتعصب وهو مدير فني للنادي الاهلي احنا عرضنا وضحنا معاكم تسلسل كان مهم جدا في ان ازاي انت توصل للقصة دي وازاي انت توصل للمشهد اللي اجازت فيه هو في اخر لحظة بيعبر عن كل اللي تعرض لي وبيعبر عن فكرة ما يتعرض لي فريقه وبيعبر عن انا بشوف ان اجازتي بالبوست ده هو اسقط كل شيء عن اتحاد كرة السلة في مصر وكشف قد ايه فيه تضارب معايير وفيه ازدواجية وانا بقول عقوبة اجازتي دي في رأيي قليلة جدا مش قليلة على العمل وقصدي ان اهدافها بالنسباله كانت اهم هو وهو بيكتب ده ما بصش لعقوبة هو وهو بيكتب ده بص ان دي منظومة كرة سلة محتاجة كتير جدا من الاصلاح وانا تمنى اتمنى ان الناس تخاف على منظومة كرة السلة وتستغل وجود اجازتي للتطوير زي ما كانوا بيعملوا وقت وجوده في الزمالك واللي ده تغير تماما لان فعلا المقاعد تبدلت لا اكتر ولا اقل نشوفكو بعد الفاصل